السلام عليكم في الفيديو دي هنتكلم على ظاهرة بتحصل في تحديدا في الجزء بتاع الترانزميشن وهي ظاهرة ارتفاع الجهد عند ناحية الاستقبال او ناحية الاحمال عن الجهد عند نقطة الارسال الظاهرة دي بتعرف باسم الفرانتي افكت وهي اللي هنتكلم عنها طيب باختصار شديد لو احنا عندنا ترانزميشن لاين ولكن لازم ان هو يكون ميديم او لونج لانه لو تفتكر من المودلين بتاع الترانزميشن لاين لو كان عندك شورتة ترانزميشن لاين كنا نقدر نمثله ب رزيستنس و اندكتنس بس لو عندك ميديم ترانزميشن لاين نقدر نمثله ب باي موديل او تي موديل ولو عندك لونج ترانزميشن لاين كنا نقدر نمثله بساكسسيف باي او ساكسسيف تي يعني كذا موديل ورا بعض او كذا باي او تي ورا بعض علشان نمثل بيليه Long Transmission Line كأرقام يعني اللاين بتاعنا يعتبر Short أو Long على حسب لو هو مثلاً فرنج أقل من 80 بيعتبر Short لغاية 250 بيعتبر Medium أكبر من كده بيعتبر Long Transmission Line ده اللي احنا نقصده بالثلاثة موديلز بتاعنا انت لو عندك Line Short بيتمثل بس ب Resistance و Inductance ونقدر نهمل باقي العوامل زي Conductance وال Capacitance والكلام ده لو Medium ما نقدرش قوي نهمل التأثير في ال Capacitance فبنحط زي Shunt Capacitance في البداية و Shunt Capacitance في النهاية ولو Long نقدر نجيب كذا وحدة من الوحدات اللي بنمثل بيها Medium دي نتكرارها وراء بعض ونقدر نمثل بيها Long Transmission Line اللي بيحصل دلوقتي ان انت في حالاتك تحميل الخفيف اللي هو Light Loading أو No Load بيكون عندك مثلاً التأثير بتاع ال Capacitance دي أو كي وال Capacitance دي أو اياً كان بقى حتى لو كان Long فحنا بنتكلم على Successive Models من ال Pi أو T ال Capacitance دي تأثيرها بيظهر أكبر بكتير مقارنة بالأحمال الأوليلة يعني انت الأحمال أصلاً عندك By Default هي Inductive يعني نقدر نقول ان معظم الأحمال بتكون متركز فيها المواتير مثلاً فانا متوقع Lag Power Factor عند اللود لما اللود دي يبدأ EL خلاص يبدأ تأثير ال Capacitance دي يزيد ويكون Considerable خلاص خلاص خلنا نقول مثلاً في حالة ال Open Circuit اللي هو No Load خلاص اللي هيحصل عندك ان الطيار المسحوب كله هو هيبقى طيار شحن المكسفات دي بتاعت خط النقل فيبقى عندك الطيار كله LEED فلما يبقى الطيار LEED فانت ما تيجي تتكلم على Volta Receiving End دلوقتي هتلاقي انه هو Volta Sending End دا كVL صح؟ وتجمع عليه Drops اللي بتحصل على Line هنا فقادي كده IR ال IC في R وبعدين IC في L لانها طبعاً عشان ال Inductance دي هتلاقي ب90 درجة فتبدأ تلف في الناحية دي فتلاقي في الاخر ان انت لو عملت الدوران كده هتلاقي ان ال VS بتاعك المجنيتود بتاعه اقل من VR يعني باختصار شديد بتلاقي ان ال Volt بتاع Receiving End اللي هو Volta عند اللود ممكن تحسن الموضوع غريب بس لما تحاول تستوعب اكتر الفكرة هتلاقيها منطقية سواء من خلال فيزر تياجرام او من خلال تفسير ال Power Flow اللي احنا نقوله كمان شوي طيب ايه المشكلة يعني هل في ازمن ال Volt عند Receiving End يزيد؟ الحقيقة في مشكلة لانه العزل بتاع المعدات كلها بيكون حصلوا تصميم عند قيمة معينة ولما Volt يزيد عنها دي حاجة مش كويسة لان احنا كده من هدد سلامة العزل ممكن العزل يتكسر وبالضرورة تلف المعدات اللي عندك وبالتالي الظاهرة دي ماينفعش نسمح بحدوثها يعني هي لما بتحصل لازم بتعالج فوراً ده بيحصل عن طريق حاجة اسمها Shunt Reactors Reactors بتتركب في نهاية Line بتخش وقت ما يحصل ايه Rise في Voltage يفترض ان يكون فيه اكتر من Step والControllers بتدخل Steps دي consecutively بحيس انها تحاول تحافظ على ال Voltage في Range Regulated او ال Prescribed Limits بتاعته في نوت هنا بنقولها ان ده معناه انه كل ما اللاين بيزيد الموضوع بيبقى اسوأ واسوأ بكتير النقطة اللي بعد كده احنا كنا بنقول انه Front Effect يمكن نقدر نحمله او مش بيظهر بشكل واضح او في شرط Transmission Lines الكلام ده بالنسبة للOverhead Transmission Lines لكن بالنسبة للكابلز بعيتنا اللي بتبقى بتاعت الارض فيها بتبقى اعلى بكتير ولما تيجي تعمل لشورط Transmission Lines ولكن هو ساعتها مش هتقدر تهمل وهتلاقي برضو الفرنتي افكت ظاهر معاك وبالتالي مش بنقدر نهمله في حالة الكابلات سواء كانت اخر حاجة ايزا نقشها فكرة هل منطقي ان الفولت عند يكون اعلى من عند يعني انا عندي استقبل عنده فولت اعلى من اللي انا عملت توليد عنده اصلا طبعا بعتباري يعني ايه والكلام ده كله انتو عارفين ان الفولتج مش هو هو في يعني الاستقبال ده بيكون لو افترضنا ان هو له فولتج مثلا ربعمية وتمانين التوليد هنا مسلا يكون على تلاتاشر وتمانية ان اقلف النص ممكن يبقى مية وعشرة كيلو يعني ايه يعني بغض النظر عن كلام ده لو افترضنا على بيز واحدة هل من مفترض ان انا يكون عندي الفولتج في النهاية عالي عن ما يكافئه عند الارسال معظم الناس بتبقى الفكرة دي مش قادرة تستوعبها كويس او مش قادرة تفهمها كويس بسبب ان هو بيفضل يفكر باللي هو درسه في ال DC circuit analysis خلاص يقولك اصلا ماينفعش الطيار يمشي من النقط الاقل في الجهد للاعلى في الجهد صحي كده اول حاجة الطيار في ال AC مش بيمشي خلاص ال AC الطيار في رايح راجع الطيار بيروح ناحية ليمين وبعدين يرجع ناحية الشمال فال DC circuit analysis approach اللي انت بتحاول تفهم فيه اللي انت بتحاول تفهم بيه فنمنا زي دي متقدرش تستخدمه عشان تفهم حاجة زي كده في المقابل المفروض تبقى تستخدم حاجة مكافئة وهي ال power flow خلاص فالpower flow direction هل منطقي ان هو يتنقل من الفولت الاقل للفولت الاعلى هنا يجي السؤال بقى هو ايه علاقته اصلا بالفولت هتلاقي انه مالوش علاقة بالامبليتود بتاعت الفولتج ال power flow direction بيحصل بس بناء على حاجة وهي ال phase angle between current والفولتج وهي دي اصلا الفكرة الاساسية في الحماية في ال direction protection ممكن يكلم عنها في فيديو جاي ان شاء الله لو انتم مهتمين الخلاصة ان ال power flow direction مالوش علاقة بالامبليتود بتاع الفولتج ولكن ليه علاقة بالفيز انجل بتاعت او اللي موجودة بين الفولتج والcurrent خليني احاول اوضح الموضوع ده بشكل اكبر طيب افترض معايا دلوقتي ان احنا عندنا sinusoidal voltage خلاص وافترض معايا دلوقتي ان انا عندي sinusoidal current يعني بغض نظر بقى عن تأثيرات السيستم كلها والregulators والreactors والcapacitors والcontrollers والكلام ده كله وافترض معايا ان السيستم دوني جميلة ومفيش هارمونيكس والكلام ده كله يعني افترض معايا ان انا عندي sinusoidal voltage وصينا sinusoidal current مبدأ ايان خلنا نخفيلي للوقتي ونركز دلوقتي على لانا كاتب ودأ لانا عمله هنا ده هو phase shift يعني انا بحاول عمل phase shift ما بين current والvoltage والA ده هو زاوية الفيز ما بين الاثنين فانا لو زاوية ده ده كده هتبدأ تشوف phase angle او phase shift اللي بتحصل ما بين voltage والcurrent خلنا في الاول نفترضها عند زيرو تمام الـ product بتاحهم هيديك الان instantaneous power خلاص دي مش الـ RMS الـ RMS هتبقى قيمة سابتة لكن دي instantane function of time طبعا برضو بغض نظر عن التعيدات بتاع ده single phase ولا three phase والكلام ده كله خلنا نتبسط الامور خالص عندي sinusoidal voltage و sinusoidal current تعال نشوف كده لو ظهرنا الـ power هنا في الحالة دي ايه هيحصل خلنا نخفي دول دلوقتي تلاقي انه حاصل ضرب بتاعهم بيديك sine square او ما يكافئ sine square يعني في حالة الـ phase angle بصفر او قريبا من الصفر هتلاقي ان الـ power كلها الـ sine بتاعتها positive الـ power كلها ايه؟ positive يعني بتتنقل من الـ generation الـ generation للأحمال للـ load في حاجة interesting بقى بتحصل هنا بمجرد ما تخلي الـ phase angle ده ما يسويش zero واناك تضرب اتنين دول بس واحدة فيهم تكونش يفتد عن التاني لو بسط كده هتلاقي ان الـ power بقى في جزء منها negative معناها ايه power بالnegative يعني الـ power تبدأ تتعيكس تمشي من الأحمال للايه؟ للتوليد للـ generation طيب ده معناه ايه؟ معناه ان انت اللقتي عندك الأحمال ما بقيتش pure resistive يعني لو الـ phase angle دي بزيرو معناها ان انت resistive load لكن لو الـ phase angle مش بزيرو معناها دلوقتي ان الـ load بتاعك ما بقىش pure resistive بقى اما inductive او capacitive reactive somehow يعني خلاص فبقى فيه جزء ان الـ power بيترد تاني على الـ portion بتاعت الـ generation اللي احنا بنعرفها ساعتها بانها الـ Q او الـ reactive power فيه حاجة برضو مور انترستنج بيحصل لو الـ phase angle بعدك 90 بالظبط وهي ان الـ power بقى ليها average zero وده بيحصل في حالة ان الـ load بتاعك pure inductive او pure capacitive خلاص اللوت بيسحب power ويروح مرجحها كلها تاني للـ generator وبعدين يسحب شوية power ويرجحها تاني للـ generator ده الـ behavior بتاع الـ reactive power اللي احنا كلنا عارفين الـ nonconventional بقى ان احنا نلاقي ان الـ phase angle دي زادت عن الـ 90 لو زادت عن الـ 90 بيلاقي ان الـ average بتاع الـ power بقى negative دي الحالة دي ما بتحصلش إلا في حالة الفولت ان يبقى عندك فولت والأحمال تبدأ تغذي الفولت يعني مثلا عندك موتور حصل عندك فولت الطريقة ما وده اللي بيحصل ساعة الفولت يعني ان المواتير على الشبكة بتقلب مولدات بالمثبه هو بيلف في نفس الاتجاه بنفس عدد الأقطاب بتاعته بنفسه كل حاجة خلاص اللي بيحصل بس ان الـ phase angle بتتغير ساعة الفولت بتاعت الـ current بتلاقيها عادة التسعين درجة النتيجة ان الـ current الـ phase angle بتاعته بتختلف بتلاقي الـ power flow direction تعكس من الـ load راح يغزي الفولت وده حالة ما بتحصلش إلا زي ما اتفقنا ساعة الفولت بس وهي دي فكرة العمل direction الـ protection أصلا الخلاصة من القصة دي كلها إيه بقى؟ ان احنا نحاول نلغي من دماغنا الفكرة بتاعت ان الـ volt الأعلى لازم يخرج منه الـ current بسبب الـ nature بتاعته ومش بتبقى effective قوي إلا في حالة الـ medium و long ممكن تكون في حالة الشورت في حالة ان الـ transmission line بتاعك underground cable وآخر حاجة ان الـ power flow direction بيتحدد بـ phase angle أو phase difference ما بين الـ voltage والـ current مش بالـ amplitude وده نقطة مهمة قوية لدخليها في دماغك front effect كانت من الحاجات الشوية counter intuitive بالنسبالي لأنه ما كانش عندي فهمة حقيقي في الوقت اللي أنا بدأت أدرسها فيه للـ circuit analysis لكن أتمنى يعني من خلال الـ research اللي أنا عملته بالفيديو ده ان احنا نحاول نكون وصلنا مع بعض يعني النقطة نفهم من خلالها شوية ليه front effect بيحصل وعلاجه ايه ونحاول نستوعبه بشكل فيزيكا لأنه هو في البداية بيبقى شوية شغل شعوازها يعني بيبقى منافي للمنطق بس البنجرد ما تفهم الظاهرة فعليا اللي بيحصل بالزبط وبتلاقي الموضوع make perfect sense ان شاء الله نتقابل في الفيديو الجاي السلام عليكم